بخطوات ثقيلة يخطو حسين نحو عمله بعد انقطع عشرات الكيلو مترات من محافظته الديوانية إلى مكان عمله في النجف على مضض يعمل حمالا بأجر يومي لكسب قوته بالرغم من وضعه الصحي الحرج من الدوانية مسافة طريق مئة وعشرين كيلو عيشتني هنا واني معاق وعندي ثلاث جهال يعينهم مالدي والد واخويه يعينهم ان ما اقدر بالنسبة لي ان هناك مستعاش الف تروح ستالاف كلا وتبقى ثمان تالاف دينار لان ما اعينهماني كابسط مثال هذا حسين نسا قبل شوية التقيت بي اواني او غيري جماعة ذولة احنا نقطع مسافات من محافظة الديوانية يومي اتناك مستعاش الف مسافة الطريق صار ان احنا من الفين واثمعاش لحد الان ما تقدم على رعاية لا اكو تقدم على تعيين لا اكو شرطة لا اكو يعني ال ما تتجه اصابة في الساقي سببت لحسين عوقا داميا له ضاعفت من سوء وضعه المعيشي الذي اجبره على ترك اهله واطفاله والعمل بمحافظة اخرى يعمل حسين براتب ضمن شبكة الحماية الاجتماعية يخفف من معاناته المتواصلة اطالب رئيس الوزراء محمد شاعر السوداني اطالب رئيس الرعاية الاجتماعية انا معاق انا شادي بلاتين طلع للباحث وفحصني بس لاكو راتب طلع لي ولاكشي قبل استلموا والوراء استلموا وانا ما اطلع عليه راتب اذا هو انا المعاق هو انا الاستهل الراتب اكو زناقين استلمت راتب قبل انا اكو زناقين ومنطقتنا مليار ديب تستلمر راتب احنا الكسب هنا انا يوميتنا 15 الف ما كيف يقوت يومي ما يطلع لنا الراتب وبالاضافة الى حسين فان عشرات الشباب العاملين في القطع الخاص ينتابهم الخوف من اقصائهم من عملهم بسبب الظروف الاقتصادية والتقلبات التي يفرضها سعر الصرف غير المستقر في الاسواق امل يحذو حسين بعيش كريم يناله بعد معاناة تلاطم بها بين المرض وضنك الحياة على الرغم من تفاقم الازمات التي انعكست عليه وعلى النجفيين عموما من النجف محمد رزاق التغيير التغيير